نزوح وتشريد مستمراني أصبح مشهداً مألوفاً يعيشه السوداليون نتيجة استمرار الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع فالعديد من الأسر تشتتت شملها وتبدلت أحوالها المعيشية ليتحولوا من مواطنين إلى لاجئين داخل بلادهم ولاية القضارف المجاورة للخرطوم والجزيرة أصبحت ملازاً للاجئين الفارين من أعمال العنف فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف فإن نحو خمسين ألف شخص لجأوا إلى القضارف شرق السودان وهناك توقعات بوصول المزيد خلال الأيام المقبلة خيام نصبتها يونيسيف في القضارف من أجل إيواء النازحين الوافدين للمدينة وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية خاصة للأطفال كما حرصت المنظمة الأممية على تقديم عدد من الأنشطة الترفيهية لهؤلاء الأطفال علها تنسيهم مرارة النزوح وقسوة الحرب أوضاع مأساوية يعاني منها المواطن السوداني في ظل استمرار ذلك الصراع الذي جعل أسم أمانيه هو البحث عن الأمان والاستقرار الذي افتقده منذ شهر إبريل العام الماضي